أهلا بكم أحبائي طلبة الصف الثامن في درس جديد من دروس الرياضيات نتذكر معا أحبائي في الدرس السابق تعلمنا أنه يسمى أي عدد يمكن كتابته على الصورة ألف على با عدد نسبي حيث ألف وبا هي أعداد صحيحة وبا لا تساوي صفر يرمز لمجموعة الأعداد النسبية بالرمز نون وأيضا مثلنا العلاقة بين مجموعات الأعداد طا وصاد ونون بهذا الشكل بحيث أن طا محتوى في صاد محتوى في نون نكمل معا هذا النشاط أحبائي الطلبة يخطط أبو محمد للاستثمار في الزراعة في الأغوار حيث يخصص ربع مساحة منطقة مربع ربع مساحة كما في الشكل من قطعة أرض يمتلكها لزراعة النخيل أي أن هذه هي مزرعات النخيل كم سيكون طول ضلع الجزء المخصص لزراعة النخيل؟ هنا المساحة ربع إذن طول الضلع ماذا يساوي؟ يساوي نصف لماذا؟ لأن المساحة مربع على شكل مربع ونحن تعلمنا سابقا أن طول ضلع المربع يساوي الجذر التربيعي للمساحة والجذر التربيعي للأربعة ماذا يساوي؟ يساوي إثنان ما العلاقة بين طول الضلع والمساحة أحباء الطلبة؟ قلنا أن طول الضلع هو الجذر التربيعي للمساحة لأنها على شكل مربع في هذا الدرس الجذر التربيعي والجذر التكعيبي للعدد النسبي يتوقع منكم بعد الانتهاء من أنشطة هذا الدرس أن تكونوا قادرين على إيجاد الجذر التربيعي لعدد نسبي مربع كامل وإيجاد الجذر التكعيبي لعدد نسبي مكعب كامل نبدأ معا أحباء الطلبة بهذا النشاط أجد قيمة الجذر التربيعي للأربعة على تسعة يمكننا تمثيل الشكل بمساحة مربعة وتجزئتها إلى تسعة مربعات متساوية ثم تضليل أربعة منها للحصول على أربعة على تسعة إذن المنطقة المظللة هي تمثل الكسر أربعة على تسعة وهي مربعة الشكل الجذر التربعي هو طول الضلع ماذا يساوي اثنين من كم؟ من ثلاث إذن طول الضلع يساوي اثنين على ثلاث وحدة طول إذن أحباء الطلبة الجذر التربيعي للأربعة على تسعة ماذا يساوي؟ يساوي اثنين على ثلاث نتعلم أحباء الطلبة أنه إذا أمكن كتابة العدد النسبي جيم كحاصل ضرب عددين نسبيين موجبين ومتساويين فإن العدد جذر جيم هو عدد نسبي موجب ويمكن إيجاد قيمة جذر جيم حسب القاعدة الآتية ننتبه معا جذر جيم ماذا يساوي؟ الجذر التربيعي لألف على با ضرب ألف على با وهي ألف في ألف ألف تربيع وبا في با با تربيع يمكننا أحبائي تجزئة الجذر التربيعي على البسط والمقام فنحصل على الجذر التربيعي لألف تربيع على الجذر التربيعي لبا تربيع الجذر التربيعي لألف تربيع ماذا يساوي؟ ألف والجذر التربيعي لبا تربيع ماذا يساوي با؟ طبعا با ماذا لا تساوي صفر إذن الجذر التربيعي لجيم والتي هي بالأساس ضرب ألف على با يساوي ألف على با ننتقل معا إلى النشاط الآتي أجد قيمة كل مما يأتي جذر الواحد على تسعة جذر واحد في المية جذر سبعة وتسعة نبدأ في البداية بكتابة الأعداد على صورة بسط ومقام طبعا جذر واحد على تسعة هي بالأساس المكتوبة على صورة بسط ومقام وبإمكاني مستخدام القاعدة السابقة أن أجزء الجذر التربيعي على البسط والمقام لأحصل على جذر الواحد على جذر التسعة ماذا يساوي جذر الواحد أحباء الطلبة يساوي واحد وماذا يساوي جذر التسعة يساوي ثلاث إذن الجذر التربيعي للواحد على تسعة يساوي واحد على ثلاث نكمل معا النشاط أحباء الطلبة للجذر التربيعي لـ 1% وتساوي الجذر التربيعي لـ 1 على 100 وتساوي أيضا جذر الـ 1 على جذر 101 على 10 لأن الجذر التربيعي للـ 1 والجذر التربيعي لـ 100 تساوي 10 نكمل أحبائي الطلبة الجذر التربيعي ل7 و9 يساوي جذر 64 على 9 كيف حصلنا على ذلك؟ 9 في 7 63 زائد 1 يساوي 64 إذن هي جذر 64 على جذر 9 ويساوي 8 على 3 نكمل معا أحبائي الطلبة إلى الجزء الثاني من الدرس وهو الجذر التكعيبي لبعض الأعداد النسبية إذا كان جيم يساوي ألف تكعيب على با تكعيب وأيضا با لا تساوي صفر فإن الجذر التكعيبي لجيم عدد نسبي ويمكن إيجاده عن طريق القاعدة الآتية الجذر التكعيبي لجيم يساوي الجذر التكعيبي لألف تكعيب على با تكعيب ويساوي طبعا هنا أوزع الجذر على البسط والمقام ثم الجذر التكعيبي لألف تكعيب يساوي ألف والجذر التكعيبي لبا تكعيب يساوي با نكمل معا بحل النشاط الآتي أكمل بإيجاد قيمة كل من الآتية الجذر التكعيبي لـ 27 على 8 باستخدام القاعدة السابقة نجزء الجذر إلى البسط والمقام ونحصل على الجذر التكعيبي لـ 27 هي 3 تكعيب والثمانية هي 2 تكعيب ويساوي 3 على 2 أيضا الجذر التكعيبي لسالب 1 بالألف وهي الجذر التكعيبي لسالب 1 على ألف باستخدام القاعدة السابقة الجذر التكعيبي لسالب 1 على الجذر التكعيبي على ألف ويساوي الجذر التكعيبي لسالب 1 تكعيب والجذر التكعيبي لـ 10 تكعيب ويساوي سالب 1 على 10 وفي النهاية أحباء الطلبة ننتقل إلى المهمة التعليمية أجد قيمة كل من الآتية الجذر التربيعي لـ 36 على 25 الجذر التربيعي لـ 5 و 4 على 9 الجذر التكعيبي لـ 15 في 15 في 15 والجذر التكعيبي لسالب 8 بالألف أحباء الطلبة في نهاية هذا الدرس أستودعكم الله وإلى لقاء آخر بإذنه تعالى اشتركوا في القناة